بعد انتعاش صناعة التمور العراقية وتصديرها للخارج منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي انحضرت بشدة خلال عقدي ثمانينيات والتسعينيات نتيجة للحروب وأجرف النظام السابق الكثير من البساتين عقب انتفاضة واحد وتسعين ورغم المحاولات التي بوظلت بعد عام 2003 لكنها ما تزال دون مستوى الطموح حيث يقع العراق في المرتبة السادسة بعدما كان الأول حسب يعني هسا احنا بالوقت الحاضر ايام اقبال على التمور لان الرجب وشعبان ورمضان تعرفين العراقين يحبون التمور بشهور الصيام فهسا احنا حاليا تقريبا مئة طن بالشهر نشتغل ويعزو المتخصصون التراجع الحاد في التسويق منتجات التمور العراقية إلى الخلل في الشركات الحكومية ومكائنها القديمة التالفة استخدام المكننة حقيقة مهم كلش المكننة الحديثة في عملية الانتاج وكذلك في عملية تصنيع ما بعد الانتاج هذه مهمة كلش لأنه اليوم الدول المحيطة بينا سبقتنا حقيقة في عملية التعبئة والتغليف وتصنيع التمور واذا كان هذا رأي ادارة القطاع العنفة ان ارباب القطاع الخاص لا يتفقون معه ويؤكدون ان انتاج التمور اصبح يضاهي المستورد اعاد نشاط تسويقه مرة اخرى قمنا نطور نفسنا قمنا ندخل المكسرات ندخل تمر محشي مغطس بالنستلة وعدنا من المعسل وعدنا انواع مختلفة من التمور النادرة بين قلة الامكانية وطموح الصناعين يبقى تصنيع التمور متأخرا ولا يرتقي لمستوى المستورد بحسب متخصصين من داخل مكبس التمور في بغداد خمال الكاتب الحرة